ترجمة نانسي قنقر أن ثورة الفلسطينية تقدم نموذجا حيا لجميع أنواع نضال المشروع والإصرار على استعادة الحقوق مهما تواجههم من الصعوبات كتلك التي شهدها العالم مؤخرا بقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفاراتها إلى مدينة القدس كما تمت الإشارة إلى أن نضال الفلسطيني قدم الكثير من التضحيات وشهداء الأبرار وبذلات العديد من المساعة السياسية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة إلى أنه مازال مستمرا لتحقيق الهدف المنشود في نيل حقوقه المشروعة وتحقيق السلام بالمنطقة يحتفل شعبنا الفلسطيني كل عام بذكرى انطلاقة الطورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت عام 1965 بقيادة الشهيد الرمز ياسر عرفان وتعود الشعب الفلسطيني ومعه كل أمتنا العربية أن تحتفل بهذه المناسبة لتؤكد للعالم كله أن شعبنا الفلسطيني سيستمر في نضاله سيستمر في كفاحه حتى تحقيق حلم الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في هذا اليوم ونحن نحتفل في هذه المناسبة من مملكة البحرين الشقيقة من أرض المنامة الطيبة نتوجه للشعب البحريني الشقيق ولصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة والقيادة الرشيدة في مملكة البحرين بالشكر والتقدير على دعمهم الدائم لفلسطين والقضية الفلسطينية والتي يوجه دائما صاحب الجلالة أن تبقى القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية اشتركوا في القناة